بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بيكم بالله بالصف الأول والثاني الثانوي مع استعراض للورقة الامتحانية القصة بالرصف العام طبعا حصل تعديل في موصفات الامتحان وبقصة الجزء المتعلق بالنوفل أو القصة الموجودة عندك طيب نبدأ كده نأخذ الورقة الامتحانية من الأول خالص ونبدأ بسنة أولى سنة أولى نبدأ بيها الامتحان عليه 32 موركس يعني 32 درجة طبعا وقت الامتحان إيه 2 hours and half يعني ساعتين ونص الامتحان بيبدأ بستةاشر جملة اختياري ده أول سؤال خلاص طيب الستةاشر جملة دول جايين عندي على 2 parts على جزئين أول جزء عبارة عن جملتين الجملتين دول كل جملة عليهم 5 choices يعني فيه خمس اختيارات مطلوب من أننا أختار اتنين فقط لغير من الخامس ما ينفعش أخذ واحدة لازم أخذ اختيارين ده بفدا في الجزء الأولاني اللي هم عبارة عن جملتين الجزء الثاني عبارة عن 14 جملة باربع اختيارات مطلوب من أننا أختار اختيار واحد بس ما ينفعش أخذ اختيارين عكس الجزء الأولاني الجزء الأولاني هاخذ اختيارين وجزء الثاني هاخذ اختيار واحد بس وطبعا ده عليه ستةاشر درجة يعني كل جملة عليها درجة واحدة بعد كده في عندي الريدنج اللي هي بتعت الفام اوكي هبدأ طبعا أقرأها جويس عشان أحل سبع جمل السبع جمل جايين في شكل الأسئلة جاي عليها في شكل اختياري يعني سبع جمل كل جملة عليها أربع اختيارات هبدأ أشوف برضو الإجابة الصحيح ليه إجابة واحدة فقط لغية السبع جمل كل جملة على درجة بسبع درجات بعد كده عندي الجزء الخاص بالترجمة بالترجمة ترجمة عندك نصين جزء عربي عليه أربع اختيارات وجزء انجليزي عليه برضو أربع اختيارات كل جزء منهم عليه كم درجة؟ درجتين يبقى الترجمة عليها أربع درجات نيجي بعد كده الجزء الخاص بالنوفل اللي هو القصة وده الجزء الجديد يعتبر إضافة جديدة في مصفات الامتحان النوفل جاية في شكل ثلاث أسئلة أسئلة مقالية أسئلة مقالية تعتمد على التفكير النقد يعني لازم الإجابة بتاعتك اللي أنت هتقول فيها ممكن يجي لك أسئلة أقول لك يس أو نو هتقول يس هتقول ليه ونو هتقول لي برضو أو لو شألك رأيك في حاجة أحداث في القصة معينة في شخصية معينة في مواقف معين في حدث معين هتقول رأيك وبرضو هتجيب الدليل اللي بيأيد رأيك يبقى هو ده اسمه الكريتكال إيه تينكينج يبقى دي على كم درجة قلنا تلات أسئلة كل سؤال عن يوص درجة يبقى درجة وإيه ونص بعد كده عندي الرايتنج اللي هو هيبقى عبارة عن إيساي وأطلب منك 150 كلمة 150 كلمة يعني لو قلنا كل سطر في عشر كلمات وأطلب منه 15 سطر بس طبعا لا ممكن تلاقي السطر في سواء كلمات فممكن تلاقي مطلوب منك يعني حوالي 18 أو 20 سطر عشان تعمل إيساي طبعا الإيساي عليه كم درجة عليه ثري أند أهاف يعني عليه ثلاث درجة وإيه ونص بكده نحن نكون خلصنا موصفات الواقع المتحرية بالنسبة للصف الأول الثانوي طب نشوف كده الصف الثاني الصف الثاني الثانوي برضو المتحان عليه 32 درجة الوقت ثلاث ساعات يعني زي النصصها على المتحان أول سنوي طيب بيجي لي بقى إيه 15 جملة اختياري مهم مش مقسومين بقى يعني سنة أولى كان فيه جملتين عليه خمس اختيارات والباقي 14 جملة وتاخد اختيار واحد السنة ثاني لا خلاص الجزء الاولاني تتلغى بيجي لي 15 جملة كل جملة عليها 4 اختيارات بتقطري اختيار واحد موضوع الاختيارك ده بقى خلاص مش موجود في سنة ثاني موجود في سنة أولى فقط لا غير يبقى سنة تانية تاني أول سؤال 15 جملة بأربع اختيارات مطلوب منك أنك تختار إجابة واحدة فقط علوم كم درجة عندنا كل جملة بدرجة يبقى 15 درجة بعد كده عندي الريدنج قطعت الفام هقرأ كويس عشان عليها تمن أسئلة التمن أسئلة بشكل اختيار يعني عليها كل سؤال عليها أربع إجابات اختيار مطلوب مني برضو أنها لا أختار إجابة واحدة فقط لا غير عليهم كم درجة؟ 8 درجات يعني كل جملة بكام كل جملة بدرجة بعد كده في عندي سؤال الترجمة الترجمة عندي برضو جزء عربي عليه أربع اختيارات انجليزي جزء انجليزي عليه أربع اختيارات عربي والاتنين كل جزء منهم عليه إيه درجتين عليه إيه درجتين يبقى الترجمة عليها أربع درجات نيجي بقى للسؤال اللي حصل فيه تغيير برضو اللي هو إيه النوفل النوفل برضو هيجيلي 3 Open-ended critical thinking questions هجيلي 3 أسئلة مقالية تعتمد على التفكير النقدي يعني ايه تفكير نقدي نحن هنون شوية لا يعني هتقول رأيك بس هجيب دليل يعني هجيب لك موقف معين قولك انت مؤيد ولا لا هتقول يس أو نو هتقول يس لي ونو لي طب رأيك your opinion في مثلا situation معين في character معينة في موقف معين في شخصية معين هتقول رأيك وتأييده بإيه برضو evidence بإيه بدليل بعد كده عندي طب نحن قلنا ايه تلات درجة قلنا كام آآ تلات أسئلة كل سؤال عليه نص درجة يبقى الأسئلة القصة بكام بضرجة ونص طيب لأن كل واحد عليها ايه نص درجة طيب نيجي بعد كده لـ writing اللي هو الساية بطلب منك الساية 180 كلمة 180 كلمة يعني ما تقلش عن 20 سطر أو 1 أو 22 سطر أوكي أو ممكن يجي لك برضو writing an email يقول لك يكتب email إذا يجي لك writing an essay يمو مقال يمو writing an email الإيميل برضو نفس الكلام 180 كلمة يعني حوالي من 20 إلى 22 سطر طيب جالك email أو جالك إيساي عليهم 3 درجات ونص كده هنكون نكلمنا على المواصفات الامتحانية بتاعت الصف الأول والثاني بالتوفيق إن شاء الله يا شباب وربنا وفقكم شكرا جديدا شكرا